السلام عليكم ورحمته وبركاته روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته لدنيا يصيبها أو المرأة ينكعها فهجرته إلى ما هجر إليه اللهم يصر لنا أمورنا جزاك الله وبركاته إنشاء الله حديثة خنققققققققققققققققققققققققو ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر